السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل طريقة سهلة جدا لترتيب البشرة. لترتيبها بكل سهولة. في مرتبات كتير زي اللوشنز. بيبقى في تفاوت اسعار حاجات عالية. وخامات كويسة قوي على فكرة. وفي منتجات مقاطعة. وفي باضيس بلاش. وحاجات بتد روايح برضو الجسم. طيب انا اللي شايفة ان مثلا ما عنديش ميزانية اعمل لنفسي ترتيب للبشرة او ان انا اشتري كريم المعين ده. في بداية رخيصة برضو. لكن اكترها يعني بيكون منتجات تحت بير السلام زي ما بنقول. اه و ممكن اقدر استغنى عن الكلام ده بوصفة بقى. انا اعمل لنفسي مثلا مخمارية اا اعمل الوصفة زي دي. مرة في مرة بتغنيني عن الحاجة دي فترة مؤكدة. لحد ما بيجمع معي مثلا فلوس اللي اجيب اللي انا عايزاه. احب افتكم بالوصفة وبالطريقة. اول حاجة اه الاساسي عندنا زيت الزتون. زيت الزتون ده البشرة اللي بتستعمله ما بتشيبش. يعني عمرها ما تشيب. عمرها ما تعجز. زيت الزتون من الحاجات الجميلة البشرة. سر جمال البشرة نفسه. زيت الزتون. زيت الزتون نعومة البشرة. اه وغير ان هو بيعالجها. معالج اه قول البشرة. زيت الزتون بينعم البشرة جدا. تعالوا نشوف هنقدر نستخدمه ازاي? اه بالطريقة دي. ويعني ايه زي عادة تدوير ليه? بجيب مية شوية مية اه في كباية كده. طبعا انتم عارفين ان الزيت ما بيختلطش بالمية. آآ الزيت آآ لو انا حطيت الزيت على المية بيبقى عازل. هعمل حاجة هنا برضو تركة. دي تركة ما تركت. اللي اقدر استعمل بها زيت الزتون وخفه. هجيب هنا حوالي معلقة. يعني ايه? طريقة دي اقتصادية. آآ دي تستعمل بعد الشوار. انا احاولها لكم دلوقتي. طبعا الزيت عام على الوشة اهو. زي ما انتم شايفين حوالي مقطتين تلاتة. وبس تعمل معاه زيت يكون عطري. ليه ريح نفاز زي زيت الخزامي او اللفاندر. طبعا عشان الريح بتاعته تبقى غنية. ويبقى منه معطر كمان. هحطه هنا مع زيت الزتون. الزيت كله هيبقى يتجمع مع بعضه. زي ما انتم شايفين. الزيت تجمع مع بعضه. وفاصل عن المية. طريقة الاستعمال بقى نفسها. طريقة الاستعمال بقى بسيطة وسهلة. خلاص احنا اخدنا الشوار بتاعنا. آآ زي ما قلنا. مفيش حاجة اسمها صعبة. مفيش حاجة اسمها آآ لا اصل معيش. اصل ما عنديش. لا كل حاجة بتيجي. كل حاجة بتيجي بس ايه? آآ بالصبر. ان الله مع الصبرين. آآ تمام? آآ باجي هنا بقى بعد الشوار. بقى كل اللي انا بعمله بجيب مسلا ايدي يا هيت. ابتدي ان انا اعمل كده. هلاقي الزيت. على فكرة كل اللي طلع ده زيت. كل اللي طلع ده زيت. كل اللي انا هعمله. طبعا الجلد بتاعي بيكون عليه مية. بقى مجاة مشية ايدي كده كده. على جسم كله. ممشية ايدي كده. على جسم كله. شايفين? كل ده بيبقى زيت. هعمل تاني يا عيب تاني. اهو. كل اللي بيطلع معي زيت. ما بيتخلطش خالص. ما بيتخلطش بايه? بالمية. لحد ما ما اجيب على جسمي كله. بعد كده بقى بنشب بالفوطة طبطبة. طبعا بشرتنا بتكون امتصته واستفادت. آآ شايفين? بتكون امتصته واستفادت. لحد ما بنخلص بقى ايه? النقطتين او نقطة الزيت اللي احنا حطانا على الوش. زيت الزيتون ما ينفعش ان انا احطه خام. من الازازة كده وابتدي ان انا ايه احطه. هيكون تقيل جدا. الطرقة دي بتخفه معي. ده غير ان انا بضيف له روايح بت بتعطره اكتر. وممكن احطه الواحده على فكرة. من غير لفندر. ممكن احطه الواحده. هو اصلا لوحده غني. ما شاء الله. اتمنى اتجربوا الطرقة دي. واقوليلي آآ بسيطة ولا لأ. وايه رأيك في الطريقة اللي اقدر برضو. آآ احافظ باع البشرة بطريقة سهلة وبسيطة زي الطريقة دي. يا رب يكون روتين سهل وبسيط بالنسبالك. وما فيش اي تعقيد خالص. والمنتجات اللي هي بيبقى معظمة مقطعة. آآ نقدر نشغل المخنة ونعمل حاجات آآ برضو في منتجات مصرية جمدة جدا. آآ ونجحة جدا. ولو انت عايزة بدال بقى انت تعمليها بفكرك. اعمليها وشكل انت. ممكن مرة تانية تحطي زيت لوس حلو حلو او البشرة. آآ مرة تانية تحطي زيت آآ رومفل. بيبقى برضو جميل. آآ نقطة زيت نعناع. والزيت اللي بقولك عليه. آآ حلو او برضو. بزور العنب. ده بيبقى حلو قوي. وبيدخل في كريمات كتير من ضمنها اللي بتحارب التجعيد. سبيه لي بقى في الكمنتات رأيك في الوصفة دي. شكرا.